موسيقى هلا باللي تذكّر ماما ضاوياني هلا بالغالي رد بشوبه لاجاني هلا بالوافي دار العزدي دارك وانا وياك سر ندّر بعماني هلا بالوافي دار العزدي دارك وانا وياك سر ندّر بعماني هلا باللي تذكّر ماما ضاوياني هلا بالغالي كاس الخليق عام 6 ثماري كاد البداية وتم اختياري عن طريق المدرب كليمنت البرازيلي شايف بعض مباريات دوري واختار لي من ضمن المقموعة اللي بتبدل كاس الخليق للدورة الثامنة وكنت في هاك الفترة في عمر صغير يعني حوالي 16 سنة سبعة عشر كذا في هذا الوقت مع لاعبين كبار مع غلام مع يونس مع سبوب يعني لاعبي كبار ثم انضمت المنتخب في هاك الفترة وبديت حتى المدرب ما كان مقتنع عني اروح المنتخب بسبب صغر سني قلسنا حوالي شهرين واستمر بداية حوالي 6 مباريات الولا ما لاعبني في هاك المبارات ثم بدأ في مبارات تقريبية يعني احاول يقربني خعم rantide صعب أن يداري اللاعبين متخبات خليجية من متخبات الخليجية من أقوال متخبات الخليجية هاك الفترة وبدأ من مبارات تقريبية ثم بدأت في هاك الفترة وبدأت بذلكم أنه اثبته وقودز وضعه الألم까지 وبدأت من أكل مباراة الودية أني لاعب أساسي من أكل فترة حتى كازل خليل هلال حميد ينفرد حارس المرمى العراقي ويضع هدف التعادل هدف التعادل شوفه بالعادل لما حصلها كرة بينية تقدم داخل منطقة جزاء ولعبه على يسار أحمد علي اللي ما يجرسه ولا شيء شوف شوف بالبطيء اللعب بينية بكل اتقام بهلال حميد هلال حميد يتقدم داخل منطقة جزاء ويلعبه على يسار أحمد علي البداية عندما تم اختياري كان خطأ يعني اختير اسم لاعب ثاني وراح طبعا اللعب اللي المنتخب راح بدلا طبعا ما بداية تلبع عسكر ما رحت ثم بدلا مع عسكر فاتفاقى بمدرب اللعب اللي تم اختياره يعني مش ضمن الاسم اللي هو يختار فاللاعب طبعا هو ضمن المنتخب المدرب قال لا يمنع انه يبثل المنتخب شوف بدأ في الاعدادات والتربية ثم استبعد وتم استداعية قبل ما اروح البرازيل بحوالي يعني يومين كذا وكان فيه طبعا معارضة من الاهل لانه طبعا اللعب صغير في السن وكنت بدأت في الدراسة وكانت معارضة جديدة طبعا وحتى ما كان ادارة انها لم تكن متقبل ان انا اروح الى المنتخب في هكا فترة في هكا سن بس اسراء الاتحاد العماني واسراء المدرب اني اكون موجود في معنظم المنتخب يعني اضطريت اني طبعا اذهب الى المنتخب مع عسكر البرازيل بدأت عسكر البرازيل وتم اختيار المنتخب من الانذاك كيف قبل موسيقى بذلك كانت كحلم اني كنت اقرأ عن المنتخبات الخليجية عن قاسم يعقوب عن فيصل الدقيين عن لعبة تفويل الكويت طبعا المنتخب الكويت كان من افضل المنتخبات العربية ومنتخب الامارات ومنتخب قطر ومنتخب السعودي بطل اسيا يعني كنت نقرأ عنها ونشوفهم في الاعلام طبعا الاعلام في التلفزيون كان حلم انك توصل للمنتخبات هذه كيف تلعب امامهم ثم اختيار المنتخب وصلنا الى ذمن منتخب يعني البداية اني ما كنت مصدق اني بالعب امام فيصل الدخيل امام عبدالازيل عمبرية امام قابسي وقاب ماجد عبدالله فهد الهريفي والثنيان عدلان الطلياني فهد خميس يعني كان ما كنت احلم يعني حتى اللعب ضده والحمد لله توفقت واللعبت امامهم يعني المنتخبات الخليجية بالصفاء عامة كانت الفترة في استثماني كانت من اقوى المنتخبات في اسيا يعني كان المنتخب في هاك الفترة المنتخب كان من افضل نقوم المقودين في عمان يعني كان المنتخب العماني بيقاري المنتخبات كان قرد اخطاء بسيطة اللي هي بتحوز الاهداف اللي يعني المنتخب يمتلك يعني اعداد كويس وكان حالة نفسية يعني انا كلاعب عماني لاعب صغير فاكستين يعني الاعب امام النقوم هذه يعني ادخل ملعب اني متخوف اني بنهزي حتى ما كانت ثقافة الفوز وفكرة الفوز انه كانت مقودة عن المنتخب يعني قلت الاحتكاك قلت المباريات بس الاعداد اللي كان في البرازيل كان اعداد قيد وعداد ممتاز لعبنا ما مننتخبات قوية ما مندية قوية حتى تحرق امتاج افضل مننتخب الامرات اللي كان موجود بس كاس الخليج كان عقدة عند اللاعب العماني السابق يعني شايفين امتخبات الخليجية انه اقوى وافضل موسيقى والله هدف اتذكر قيدا اذا كان من افضل هداف اللي حرزتها طبعا لاعف هكسن يحرز هدف امام العرق يعني اعتبر شي كبير حتى الكرة اول ما استلمتها كان عندنا المرحمة الله يرحمه غلام قميس يعني استلم كرة من الوسط ثم كانت الزاوية يعني القهة اليمين كانت فارغة فناديت الله يرحمه غلام اعطاني الكرة في هكالبترة استطعت ان امشي بالكرة الى الامان ثم كان الحرص في اتقاه انه يعني انا كنت راكض على اساس ان اشد الكرة لكن الحرص العراقي عندما اشد ما اتقاه الكرة على اساس ان اعكسه واحرص الهدف في الوضع كريم هادي صلح الاعمال جاسم لكن تنقطع على غلام خميس غلام خميس المتخب العماني يحاول يمر يلعب اليمين ناحية سعيد فرج سعيد فرج سعيد فرج سعيد فرج حارة الارض لكن خطاف الزور على جسار احمد علي هدفين لعمان هدف للعراق انتهى الوقت الاصلي انتهى ال 45 دقيقة المباراة التخب الكويت كانت هي الابرز بالاسبالي لان انا كنت من عشاق متخب الكويت من افضل متخب الكويت اسمع القسم يعقوب على فصل الدخيل عبدالعزمي كنت احب الكويت في هكالفترة ثم تخيل انت لاعب تحلم ان تشوف لاعب زي عبدالعزي العنبري في فصل الدخيل في هكالفترة وانت فقق اقضك في الملعب امامهم انا حسيت ان هذه الفترة انه يوم لعبت خصوصا امام الكويت اني ابدل اقصى القهود عندي وفعلا كانت المباراة امام الكويت من ابرز المباريات التي لعبتها حتى احرز اها هدفين هدف واحد استطعت ان ارىها اكثر من اللاعب وشتها اعني قم بالقايمة مفروض تكون هدف وهدف امام المرمى كان مرتدة وكان مشاركة المدافع بس المدافع قدرينصا وكان حلم اني احرز امام الكويت بس اعتبر مباراة الكويت من أبرز المبارية تلعبتها في كاس الخليق دور الثامنة قالب عبدالله جبران سفير السلطنة المعتمد لدى دولة البحرية والكرة خطرة يا سلام سعيد فرج يا سلام سيد يلعب كرة جميلة سعيد فرج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة